متابعيني جميعاً على قناة InfoTek4U السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مروة سليمان وفيديو جديد إن شاء الله يكون فيديو مفيد على قناتنا النهاردة هتكلم عن ميزة جديدة موجودة داخل شات جي بي تي موجودة في البلاس والتيمز والبرو هذه الميزة هي تاسكس وتاسكس هيكون شغال بالموديل 4.0 فمش هيكون موجود غير مع 4.0 هو حالياً في مرحلة البيتا أو مرحلة التجربة تاسكس بيمكنك إن أنت تعمل إيه؟ تاسكس بيمكنك إن أنت تقول لشات جي بي تي فكرني بحاجة معينة بشكل يومي أو اديني ديلي نيوز أو أخبار يومية عن حاجة معينة أنت مهتم بيها وليكن الإي آي أبس والتورز بالنسباني مثلاً الليتست أو أحدث حاجة فيه التطبيقات والأدوات الخاصة بالذكاء الاصطناعي قات سيرتين تايم يعني قات وقت معين يعني الساعة 3، الساعة 4، الساعة 5 وهو حيقوم بهذه الوظيفة تعالى نشوف التاسكس الموجودة في شات جي بي تي والنهاردة لو أنت دخلت على شات جي بي تي من الرابط الموجود في الوصفة أسفل الفيديو حنبص إنلاقي إن بقى موجود عندنا حاجة جديدة اسمها جي بي تي فور أو ويز اسكاديولد تاسكس فهو بيشتغل بجي بي تي فور أو لو دست على جي بي تي فور أو تاسكس حيدي إنشاء جي بي تي تاسكس ده الاسم بتاعه وحنزل هنا أقدر إننا أستخدم التاسكات واستخدم أي أداة من هذه الأدوات الموجودة الفيو تولز الموجودة عنده ولكن هنا مثلا إحنا هنجرب مع بعض هقول له remind me to create a YouTube video every day at 1.07 p.m فكرني كل يوم معلش أنا أسفة طمعا خطأ بتاع كريت سوى حيفهم بشكل عين فكرني كل يوم إن أنا أعمل YouTube video ساعة واحدة وسبع دقيق بي ام كل يوم هنا قال لي got it I will remind you every day at 1.07 p.m لو إنت دست هنا هتلاقي ده التاسك طبعا تقدر تحط الإنستراكشنز بقى تكمل بقى تحط الإنستراكشنز اللي إنت عايزها عشان تقدر تغير الوقت فأنا ممكن أخليه هنا 8 دقايق وبعدين هعمل save ممكن تخليه daily ممكن تخليه weekly ممكن تخليه monthly وهنا ممكن تعمل delete ممكن توقف ال reminder والأفضل إن أنت في الحالة بتاعت ال reminder إن أنت تفعل ال notification الخاصة بال browser بتاعتك من ال setting بتروح تفعل ال notification ويديك notification بال reminder تقدر آآ وبتحط إتقاد في بعض الناس ما بتبقاش عايزة تفعل كل ال notification من كل المواقع إنت بتحط الموقع اللي إنت عايز تحصل منه على notification فمن المهم جدا أن إنت تعمل enable لل notification حاجة تانية ممكن نعملها إن أنا أخليه ديني daily news في وقت معين عن أخبار معينة إنت مهتمة بأخبار الاقتصاد مثلا مهتمة بأخبار التكنولوجي أنا هنا هقوله give me daily news in Arabic about the latest AI and applications tools at 1 24 bm 1 24 bm هنا حي أولي قطت I'll send you the latest AI news every day at ساعة 1 24 bm هنا بالنسبة لي provide daily news لو أنت رحت للتلات نقط هنا حتلاقي زي ما قلت لك edit pause view all tasks لو أنت عايز تلغي أي task من التاسكات اللي أنت حطتها بتروح عند التاسك ده وتبتدي أنت تدس على الثلاث نقط وتعمل delete ممكن تروح تاني تعمل edit من الألم فهنا تقدر تتحكم في التاسكات أنت تدل للتاسك أو تعمل بوز لتاسك توقف تاسك أو أنت تروح تضيف تعمل edit تحط instructions طبعا الأفضل أنت دايما تحط instructions خاصة بكل task أنت عايز تعمله لو أنا رحت للأخبار AI اليوميا أنا كنت طلبت منه نهوي يديني AI news قال لي I will send you لو عملت refresh هبصت ألاقي إليك أحدث الأخبار في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته تهولي ساعة 1.24 bm هتلاقي موجودة عندك بالعربي زي ما أنت شايف بالمنظر ده فتقدر أن أنت تحصل على أحدث الأخبار عن AI أو الapplications بتاعة الزكاء الاصطناعي بشكل يومي في وقت معين فدي من الحاجات الجميلة جدا اللي أنا بعتبرها ميزة رائعة بصراحة موجودة في شايت جي بي تي وفي الآخر خالص كمان بيديك المصادر اللي هو جايب منها هذه الأخبار عشان تقدر أنت تروح للمصدر وتبتدي أنت يعني تشوف المصدر ده بشكل تفصيلي لو أنت عايز تقرأ مثلاً article أو مقالة عن AI app ده تقدر أنك أنت تقرأ فهو هنا أعطاك زي تلخيص كده بشكل عام عن الديلي نيوز في المجال اللي أنت طلبتوه أتمنى تكونوا استفادتم من فيديو النهاردة على قناة Infotech for You زي ما بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وكومنت لو كنتم متابعين الأعزاء ولو كنتم بتشوفنا لأول مرة وتستفيد من اللي احنا بنقدمها أو اللي احنا قدمنا فيديو النهاردة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته